الأهلي يؤدي مرانو المسائي ويتابع الاتحاد المنستيري زي ما قلت لحضراتكم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خض مرانو المسائي اليوم على ملعب مختار التيتش استعدادا لموسم الجديد الذي يبدأ بمواجهة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الاثنين وثلاثين لدور الأبطال الإفريقي وقبل انطلاق المران حرص الجهاز الفني للفريق على متابعة مبارات الاتحاد المنستيري والجيش الرواندي التي أقيمت في تونس في إياب الدور التمهيدي لدور أبطال إفريقيا وانتهت بفوز الفريق التونسي بثلاثة أهداف وحسم تأهله إلى دور الاثنين وثلاثين مرسيل كولر عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران داخل ملعب التيتش ثم خاض الفريق فقرة إحماء قبل خود تدريبات الكرة وتنفيذ الجوانب الفنية أيضا خاض ثلاثي حراس المرمى علي لطفي ومصطفى شبير ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة تحت إشراف يانكم ميشيل مدرب الحراس أما نادي الأهلي فسيخود ثلاثة مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة 21 سبتمبر بيتروجيت يوم 21 سبتمبر ثم يلتقي مع أسوان يوم 25 ثم يخود الودية الثالثة أمام طلاقع الجيش يوم 29 سبتمبر الجاري وبناء على قرار من الجهاز الفني للنادي الأهلي أو المدير الفني احنا طبعا كالعادة زي ما حضراتكم عارفين بنبقى عايزين نزيع هذه المتشاط لجمهور النادي الأهلي أو هذه المباريات الودية لجمهور النادي الأهلي ولكن بناء على قرار من الجهاز الفني من المدير الفني مستر مارسيل كولر لن تذاع على الأقل المباراة الأولى خلينا مشين مع حضراتكم مباراة مباراة المباراة الأولى يوم 21 سبتمبر كان من الممكن أن يتم إذاعتها على شاشة قناة النادي الأهلي ولكن مارسيل كولر فضر عدم إذاعتها خلال هذه الفترة وبالتالي نحترم كالعادة نحترم وجهة نظر الإدارة الفنية في إذاعة أو عدم إذاعة أي مباراة لكن إن شاء الله المباراة دي نسجلها وتكون عندنا ونزيحها عندما يتم التوافق على وقت إذاعتها خلال الفترة القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة